عن زيارة علق الكاتب السعودي عبدالله العلمي خلال استضافة في برنامج الحقيق الذي يعرض على قناة يو تي في أن المملكة العربية السعودية طوت صفحة الماضي مع العراق وهي الآن معنية بالحاضر وأن العلم يريد من بغداد تكون مستقلة بعيدة عن نفوذ إيران يعني احنا خلبنا هذه الصفحة منذ زمن طويل اليوم السيد مصطفى الكاظمي كان يقف بجانب سبو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يتشاوران ويتحدثان بكل أريحية وبكل صداقة الزيارة هذه التي جاءت اليوم يعني هي مهدت لحلحلة هذه الأزمات في المنطقة هي جاءت للتنسيق الاقتصادي هي جاءت لإعمار وتطوير البلد الشقيق العراق الشعب العراقي الشقيق أكررها لا داعي لهذه المقولات اللي كنا نسمعها أيام صوت العرب في أحمد سعيد وغيره الآن السعودية منهمكة مع العراق في مشروع إعمار العراق في مشروع التصدي للإرهاب